أعلنت الأمم المتحدة الخميس توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوترس في ختام المشاورات اليمنية بالسويد إن هذا الاتفاق سيصهم في تحسين ظروف المعيشية لملايين اليمنيين وتابع جوترس أنه يشعر أن محادثاته مع ولي العد السعودي محمد بن سلمان ورئيس اليمني عبدرب منصور هادي ساعدت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي يقع بها الميناء الرئيسي للبلاد الذي تصل من خلاله الواردات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها هذا وأعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات أردت الشرطة الفرنسية مسلحا فاررا قتل ثلاثة أشخاص في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ وفقا لأحد المصادر وشارك أكثر من سبعمائة من قوات الأمن الفرنسية في ملاحقة شريف شيكات البالغ من العمر 29 عاما منذ ليل الثلاثاء وأوضح المصدر أن الشرطة أطلقت النار عليه وقتلته أقامت مستشفى الصباح العام قسم التغذية والإطعام يوما توعويا عن السكر والتغذية يوم الأربعاء الماضي الموافق الثاني عشر من ديسمبر 2018 ونظرا للإقبال الكبير فقد تم تكرار ذلك في قسم الجراحة في اليوم التالي وحاز على أعجاب الزائرين وأكدوا على الاستفادة من الفعليات الكثيرة ومنها قياس السكر بنوعية اللحظي وكذلك التجسسي بشكل فوري عبر جهاز حديث ومعرفة معلومات تفصيلية عنه كما تم عرض عملي عن الأغذية والمشروبات التي تساعد على ضبط وانخفاض السكر وكذلك بيان عملي رائع عن تأثير الرياضة على انخفاض السكر في الدم حملت عنوان العب واربح فمن يمارس الرياضة ويلاحظ ذلك الفرق يحظى كذلك بالهدايا